تناول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات ساخرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بعد ظهور زوجته بريجيت وملكة بريطانيا بما يشبه العباء في الصورة نرى الرئيس الفرنسي وزوجته ونرى الملك بريطاني تشارلز والملكة كاميلا زوجته أين تظهر النساء في فستين طويلة فضفاضة ساترة تشبه ملاءة المسلمات أو العباء التعليقات والتغريدات كانت على شكلة من يقف بين الجمهور ويشير بأصبعه هكذا يا ماكرو انتبه بريجيت ترتدي العباء التي منعتها في المدارس منذ أيام وهذا طبعا في نبذ العنصرية الصريحة التي تنام تحت غطاء الحساسية والعلمانية الفرنسية العلمانية التي طردت الطالبات من مدارسهن لأن ديانتهن تأمرهن بالستر وعدم إظهار شعورهن وتفاصيل الأجسام الملكة كاميلا كسرت قانون منع ارتداء العباء في فرنسا واضعة وزير التربية هذا الفرنسي جابريل أطال ومن خلفه الرئيس إيمانويل ماكرو أمام تناقضات صريحة بسبب قرار منعها بدعوى أنها لباس إسلامي يرمز للتطرف ويشكل خطرا على الجمهورية الفرنسية وحرست كاميلا على ارتداء الزي الأشبهي بعبائة المسلمات خلال العشاء الرسمي الذي أقيم في قصر فرساي على شرف الملك تشارلز لكنه أثار الجدل وأعاد ملف العباء للواجهة من جديد التعليقات نبدأ بعز الدين الذي كتب ماكرو لا يحترم عقائد المسلمين بل يحاربهم بجميع الوسائل لكن في كل مرة يصبح مادة للسخرية بسبب عنصريته المغرضة مولدي كتاب المسألة لا تتعلق بمجرد لباس إنها طفيق على مسلمي فرنسا لا غير أسعيد الفضالي كتاب تنقذهم ليس جديدا هم أصحاب الشعارات البراقة ويستحلون ثروات أفريقيا بينما عباس كتاب الآن سترتدي طالب الثانوية الفرنسية فستان كاميلا وسيحال الأمر على مجلس الدولة نريمان كتبت في الوقت الذي تتصاعد الموضة المحتشمة في أوروبا والغارب تحضر الألبس المحتشمة على المحجبات في مدارس فرنسا الدولة التي ارتدت سيدتها الأولى اليوم فستانا شبيها بالعباء تناقض صارخ ترجمة نانسي قنقر